حبيبي الحلوين التعملين الصغنطاتين زيكم يا حبيبي عاملين ايه ياربك كنوا بخير وصحة وسعيدة وكل حاجة حلوة في الدنيا النهاردة معدنا مع حدودة جديدة من حواليط أنتيلومي النهاردة هنحكي حدودة كلبوب وقطقطة كان يا مكان كان في زمان اتنين صحاب كلبوب وقطقطة كلب صغنن وقطة صغننة اللي اتنين كانوا عايشين مع بعض في نفس البيت بس اللي اتنين كان بينهم دايما مشاكل وعمرهم ما اتفوا أبدا وكانوا على طول على طول يتخنقوا مع بعض يا أصحابي وكل واحد فيهم يقول للتاني أنا اللي بعمل شغل البيت لكن انت لأ وقدور بينهم الحوار التالي ممكن دعا حبيبتك بالواجهة تقولي انت هسنتين طول النهار أنا عمارة دور عليكم سلاقيال دورت عليك في الدولار ودورت عليك أول مطبخ ودورت عليك في كل حفة بلقتك في خط حتى تحت السرير ما كنت تموجود ممكن ما حبيبتك تقولي دلما كنت مختبسين وساقبني دول النهار كده فعنداني أعمل شغل البيت لوحتي وانتا ليت موجود ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده هو 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 بالراحة بس شوية مالي كده بتعصبة انت على طول كده تزعائيلي عمري يا ربي ما جيت اتكلم معايها وكلبتني بالراحة أبدا ايه يا بنتي في ايه واحنا هنفطل كده على طول في مساكن هو انت بتقولي انا الكلام ده ما انت على طول اللي مسمع قول وعلى طول على طول بتسمني انا اعمل كل حاجة الوحدي وعلى طول على طول يا اما بتلعب بذكورة تحت في الجنينة يا اما قاعد ما بتعملت حاجة وتفرج على التنتيسيون وانا كل حاجة بقابلها الوحدي انا تعبت خلاص انا تعبت تشتبع حرام عليك كده يا كده والله يا قدقود اننا با عارف اقولك ايه هو 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 انت على طول كده فكرا ان انت الي سائل الدنيا كلها وانا ما بعملت حاجة فعني لو دورتي قد لاينة الا ما بتعمل كل حاجة ممالمين يعني 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 الي بيحرس البيت مش انا ومين يعني 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 الي بيرس مع صاحبنا وبيروح مع السوأ على ثل Behind مثل من كل حاجة واحدة مش برضوا انى ولا انت كده على ظلم السيفة لم كل حاجة واحدة يا زلام يا زلام يعني انت بتعمل كده وخلاص ولا ما بعملسي بقى اي حاجة خالص يا سلام ما انا عمل ان انت في كل يوم وانت يس بتعمل حاجة لا حتى يا اخي لما نروح مع بعض المدازة بس بتعمل الهومورج بتاعك وبتخليني انا اللي اعود اعمله لك حرام عليك كده بقى هومورك بتاعي هومورك ايه بتاع اللي انت بتعملين ايه ده اوه هو احسن مرة يعني سعيت لي في المذاكرة وانا كنت تعظين ان كنت تعليها بانتي ومس قادر اعمل اي حاجة انت ايه كلم اللي بتقولي له وانتي بتقولي اي كلام وخلاص هو 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 ميو ميو انا باول اي كلام وخلاص صح صح انا باول اي كلام وخلاص نسيت لما عدت انا اكتب لك الثلاث صباحات بتوعك نسيت انت ايوه انا عملت كل حاجة بعد كده واستغمت في البل وقيت لك اكل حدا عندك وانا ما عملت اي حاجة خاصة هو 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 انتي بتقولي الكلام ده و بتعيريني علشان انا كنت عايانه مش قادر اتكلم يعني ولا اعمل اي حاجة عموما يعني انتي مبتعمليش كده كل يو انتي بس بتعملي كده لما انا اكون تعبان بس يعني مش اكتر وفضلوا يا اصحابي يتخنقوا كده وقت كتير وعدت عليهم وقت كتير اوي وهم عمالين برضو يعيدوا ويزيدوا في نفس الكلام لحد ما اليوم خالص وهم ما عملوش اي حاجة في شغل البيت وجي صاحبهم يا اصحابي ولقاهم وقفين يتخنقوا مش بيعملوا اي حاجة رح زهل منهم جتا جتا وقال لهم انا هتردكو في الشارع انتو اللي اتنين طالما ما بتعملوش الشغل المفروض تعملوه انا مش جايبكم هنا علشان تتخنقوا انا يجيبكم هنا علشان تساعدوني وكلنا نساعد بعض لكن انتو وصيبتوا كل دوت وقعتوا تتخنقوا ضيعتوا الوقت ما ينفعش كده كده هتخلوني يعاقبكم انتو اللي اتنين انا نشتل نعيش كويسين مع بعض وانساعد قاعد ونعيش كويسهم من عملت مساكل ابتت اي رأيك نقسم السهرة علينا قلوا واحد يعمل حاجة واحنا الاتنين نعيش مبسوطين واحنا التلاتة جمال نبقى حلوين مع بعض مع صاحب تبما انا الموهيفة يا ادقوطة هو 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 انا ما عمليش اي مشكلة ايكي شروط يا تفهمي الوقت الوحيد اللي انا ما عملت السهرة واللي انا خليتك تاو تذكريلي لما ارمد عيان لكن غير كده انا كويس ومعمل كل حاجة الوحدي من غير ما انت بعودي بالخلق معها كده اه دي انت بس والدنيا هتكتا كويسة ودي الفل انت بس اللي دايما العصبات ومن هنا ورايح يا اصحابي الاصحاب كلبو واطقوطة عرفوا ان الخناء مش هيجيب اي نتيجة وان الحل الوحيد ان هم يتفهموا ويقسوا الشغل بينهم وبين بعض وكل واحد يعمل حاجة علشان ما يختلفوش وعرفوا ان التنظيم التنظيم الوقت هو الحل لكن الخناء والمشاكل بتضيع الوقت مش بتعمل اي نتيجة عشان كده يبتدوا يتعاونوا مع بعض وعرفوا ان التعاون جميل وانتو كمان يا اصحابي بتدخنوش مع اخواتكم في البيت علشان الشغل انتو قسموا وقتكو وقسموا الوقت الشغل مع بعضكو وكل واحد يمسك حاجة ويعملها هتلاقوا الوقت عدي جميل والشغل يخلص بسرعة من غير خناء ولا مشاكل وعيشوا مع بعض في تعاون وفي حب وفي سلام ودودة دودة خلصت الحدودة اشتركوا في القناة